أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة الاقتصادية للمثالث الذهبية لما تتمتع به من مقاومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوية وخلال اللقاهي الجيلوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثالث الذهبية وذلك بمقار الحكومة في مدينة العالمين الجديدة وجه مدبولي بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في سفاجة كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثالث الذهبية بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة للبدء في تنفيذ خطة المرافق خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة